عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية البرتغال حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرص الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين وأجرى القائد العام خلال الزيارة جلسة مباحثات مع سيد جوا جوميز وزير الدفاع البرتغالي حيث تم بحث علاقات التعاون على الصعيد العسكري وسبل دعمها بما يحقق صالح البلدين وأشاد السيدان وزير الدفاع بالعلاقات المصرية البرتغالية ومدى توافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأعرب السيد وزير الدفاع البرتغالي عن سعادته بتلك الزيارة نظرا لما تمثله مصر من أهمية استراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط واستمع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى عرض تقديمي من رئيس اتحاد الصناعات العسكرية البرتغالية بحضور وزير الدفاع البرتغالي أوضح من خلاله إمكانيات قطاعات الصناعات الدفاعية البرتغالية كما تم بحث سبل تعميق التعاون بين البلدين في مجال التصنيع المشترك وتبادل خبرات العلمية والتكنولوجية وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة لقاعدة لشبون البحرية البرتغالية حيث استمع إلى عرض تقديمي عن القاعدة وما تضمه من قطع بحرية متعددة طرازات وفي كتام الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع جمهورية البرتغال لسيما في المجال العسكري معربا عن تطلعه إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبرتغالية